موسيقى السلام عليكم واتحياتي من عضور بريس وتحياتي لسيدنا اللي ينصر ويطور لنا في عمرو ندخل لكم في الموضوع انا السي محمد منا واحد خمويسات كتخدم في كازا في 2001 في شهر خمسة واحد الليلة تعطلت شوية في الخدمة خرجت من كتخدم في واحد السناك خرجت من الخدمة تعرض ولي جوجد زوج الأسخاص عيصابة ضربوني لرجلي بالجنوي من بعد ما طاحت طاحت الدولية ألف درهم والدولية تشريفون منا ايركسون هو اللي كان في الساعة في 2001 منامور ما انت ملغيبوا بانت هزيت الدقة دخلت عن السيد اللي كاري عنده هزني هو ومرته كتقرب شي 100 متر ما باصلاش باش نوصل للدار فين كتكاري انا كتخدم في الحيل حساني وكان مشيت قريبا شي خمسة عشر كولومت وكانت في ضربو عزة وكانت مسافة مشيت دوني سبيطار ذيك الليلة سبيطار ذيك الليلة ولي في ضربو عزة دوني قيس الفرم اللي ديك الليلة خيط لي خيط لي على العرق العصبة مقيوسين دال لي دال لي الغراز دال لي دال لي الفاصمة أصفتني قال لي مره 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 تبقى تجي عندنا قال لي مره مره تبقى تجي نبدل ليك الفاصمة دوس ضربت معه شي سيمانة ما بقى قبلني عارف رجلي شي حاجة مهم معارف الدقة وليس شي حاجة غرف قال لي اطبقى تبقى 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 بلا ما تجي عندي من بعد تصلت بوحد السيدة والله يجزيها باخير كانت خدمة في السيدة من قالي حدايا تواجهت لندي البلاصة فينك تساكن هي اللي بدلت لي الفاصمة الأول ونهار ثاني لقات رجلي خماجد هي اللي اتصلت بالاسعاف ديال اللي تديني الميريزقو وقال ديكل ليلة الميريزقو دعول معي جميع الفحوصات القاورج لم تلقى إلي وقالوا لي عندك جوج خطيارات ما قلوش لي ولا كان قلو الناس اللي معايا قالوا لي مخص تصلوا بواليدي ولا شي واحد من الأقربة ديالي اللي عنا في كازا يسينوا لي على الرجل غدا تقطع الرجل ديالو من بعد ما تقطعت الرجل خرجت من منص من ميريزغو دو وزفي يومين خرجت من ميريزغو ومشي رجعت البلاصة فين كتساكن جاءوا عندي جون دار وداروا معي البحث اش كون درباك وفين وقع لي كاد الشي وشنو واش كات عرفات الناس واش تقدمات الشيكاية ديالي للسيد الواكد المالك من بعد جيس بحالي فاتت كل مداليات الشرخ حيط الخيط من رجلي جيس بحالي ارجعت للعربية والبلاصة اللي عايش فيها مع الواليدين من سما من الفين وواحد حتى الالفين واثنين وعشرين باقي ما توصلتش بشي خبار ملا المحكامة ولا شيء ولا شيء تعويض ولا نعربي انا دو كل الناس غاش تتعتقلو ولا شديتشي حق من عندهم ولا توصلت بشي حاجة الى حد الان وانا جيت من نهار جيت من عنا وانا عايش في المعاناة في الفاقر كما بغيت نقول لك عشت في واحد الويل اللي ما عمرو عاشوشي واحد واحد عشرين سانة على العمر ديالبنا دمر كيتزاد في بنت ولا والده كيكبر كيقراء ما شاء الله وكي يقدر قاعد جوج انا دوسته في الجاحيم ودوسته في العداب ودوسته في الحقر او في الطلايب كيني كيعطيك كيني كيقنعك وكانت حقر في الصبيطارات اول حاجة كان مشي باش ندوز احنا ما عنديش الرامي دمات لي كيزيدو كان مشي قدر نقال الناس اللي بحال اللي بغتنوصل لك اللي سيكيريتي ديال الباب كيتتعاطفوا معايا يتعاملوا معايا يدخلوني ولكن من كان ندخل داخل ما كانش لي كيديا في اول حاجة كيقولك انا ما عنديش اتعاملوا معاك كيكنشو لك الدواء ما يعطيكش الدواء من تماما كيقولوا كي يسافتوك الفرماسيان كي يقيدوا لك ديالتنمية ما كانش لك الحيث الانسانية ما كانش وقع لي مشكلة في المحطة كنت قدر نطلع على الرباط حتها كان كونتروريجلي مرة مرة في سويسي طلعت للكار خصتني عشرة دراهم على حسب الورقة ديالرباط جاوبني بالغريسون بالليلة ما عندك سير تموت اللي ما عندوش في الدنيا اللي ما عندوش رامات ما عندكش قرص في داركم كان حتى بحل إنسان بحلكة حتى لما خلاك شو الله على الاقل غيقولك سمح لي يا ناراني غيخدم ما كانش اللي كي عامل انا كان حضرت على الاعاقة ما عندناش القيمة لا امر امر خدمه نحن نبغي نسلط Look at remaining شاء حاجة أني خدمتي عني الكوزين وانتقالت نقابي واجهت واجهت اسناكات واجهت المحلات الاخدامة ما كانش اللي كان يقولك شي هدرازوينا كان يقولك خويا نحنان را انضاء كورونا خدمنات راجلين بقا غيرت خدمانسا كنت تقول لي هذه الهضراء كي يعتبرك حمق والشنتاج جاي برج الوحدة بغي تخدم ما كانش واحد قليل كني عملك زوين كني يقنعك حتى انت في هذه الوضعية يعني باغي تخدم باغي نخدم وباغي اللي يوقف معي ولكن الاساف ما كانش يدلعو ما كانش ما كانش ما كانش ما كانش ما كانش شان يوقف معي شو واحد بغيت نخدم معه يقدم لي المساعدة يدعمني ندير شي حاجة على الراسك ما كانش ما لقيت بيبن بغيت بيبن بزاف دقيت بيبن الجمعيات أولا مشيت الجمعيات كنت باغي نديرو لي شي حاجة إلا كانش يدلعو من ديرو كي يقولوا لي بديك تأسمنا خلينا النمرات عنصاني وعليك سمح لي قاطعك كنت تلقى حياتك في وضون دقائق يعني تضمرت تحولت من شخص لشخص آخر كنت قدام عادي وحاجرت 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 الجالية القاروية ودخلت الكازا باش نخدم على الوالدين وما في حالة ضعيفة وما كانش عندهم من الدبار ما كانش عندهم أنا أخويت باش نخدم عليهم ونوصلهم الحاجة اللي يبغاوا وندلهم شي حاجة اللي يتمنوا في حياتهم في الأخر ما بين الليلة ونهار القتراسي وقبل ما نبدو معك تصوير قلتي لينا بالمعنى توصلتك العظمعات قررت يتخرج الكاميرا اه 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 توصلت فيها اللي عدم وفايتها الوصول اللي عدم مستعد قررت بأن نواجه الكاميرا ويشوفني العالم ويشوف الحالة ديالي ويسمع الحقيقة ديالسي محمد من 2001 إلى 2022 فوق حقيقة يعني انت الانسان اللي باقي تخدم وتجيب المشير شي حاجة حالة باقي نعيش بالحالة ونعيش والدي في الحالة أنا اللي خدم على اليوم ومن بعد ما جيت هما اللي كانوا كتوصل لمرحلة ديال الوالد اللي كيمشي كيطلب عليها أنا والوالده بشي يجيب لينا ودباكي ما كتشوفه راته وراء مريض كي يعاني من الفقر الدم وقبل يعني عمرك فكرت يعني توصل لها ملا وما كتشتاشي انسان خيب ولا حقار أنا حاليا تخرج دابات دول في الدوار تصولهم على محمد كل شي غادي يقول لك ذاك الانسان طيب وكل شي كيعرفني ما كانت عداء ما كان وصل شي واحد ما كانت ديال الناس أنا كانت تعامل أنا حاليا كانت تعامل مع الدري صغير مع بنت، مع والد، مع مره مع رجل أنا قلبي بيض مع أي واحد كانت تقايا ونجيب نعارك كانت تقايا ونجيب نعارك يجيو جوج الناس ولا ثلاثة يجيو جوج الناس يجيو جوج الناس ما كانت حدث لوقت ما كانت تقايا ونجيو جوج الناس شي كيية ما كانت تقايا ونجيو جوج الناس بدون في هذا الناس لا.. LOCK حتا عن الناس من المرة الخارج لا تقطعت لي عن ونجيو جوج الناس ومن بعد سبيطار ومن بعد ما قطعت رجلي زد دمرت زد دمرت باللي يعني سواء نصيحيا ولا نفسيا اه حالات اللي وصلت فيها دابا أنا رجلي كدرني ما كان عسمي جيتا قلبي ولا كدرني وصلت الواحد اسميته بحلقتي مريض نفسانيا هذه الاعاقة جعلتني ان تركب فيها جميع الامراض من الاعصاب من بزاف ديال الحواج يعني تستمتجوش غزبات اه اه وزتني الصدمة الثالثة من اندخلت البلاد ولقيت ما زال عادل حقرة اه من التليفون عطاوليغا الناس تتعاملوا معايا به والدوه لي اه تحيد لي تليفون تهزوا لي الحواجج كانوا غاما شورين يمشوا اه وقف علي بنادم في الرباط ادال لي تليفون ادال لي حواجج ادام السويسي اه كما قلت لك انا تحقرت اتشي من المرمى يعني ما حيتني اه في شهر 11 شهر 11 2001 في شهر 11 2001 دولي تليفون في الرباط ودولي تجاكيتا وانت في هذه الوضعية انا في هذه الوضعية اه 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 كيف تحديث المسؤول؟ اه رسالة ديالي كان اللي بغيت نوجه المحسنين عامتان والنس المسؤولين و وسيدنا والله نصرا ويتولنا في عمرق ابغيت اوقف معايا ويشوفون ما الحالة ديالي انا ركي كتشوفوا الحالة ديالي انا محتاج مديا ومحتاج معناويا ابغيت اللي وقف معايا شي محسين ولا شي محسينة بغيت نديرها شي حاجة فاش نعيش شي بروجي شي حانوت بعشرة شي حاجة اللي غادي تناسبني أنا فاد الحالة عادي فاش نعيش أنا والواليد والوالدة الرقم التليفون 06-89-32-89-24 06-89-32-89-24